هذه صار لأربع سنة أراجع لا عندي راتب لا عندي معي لا عندي حقوق ضحايا الرهاب ولا عندي حقوق تقاعد أن المواطن الأفاق انطلاق عبدالرهاب من ضحايا الأرهاب تمت نصاتي بالعام 2006 وكنت ديش الفترة منتسب بحماية الكهرباء هذه مناشدة إلى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظومي محترم هذه مناشدة إلى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المحترم يا سيد الكاظومي يا سيد الحلبوسي دخيل الله ودخيلكم دخيل الله ودخيلكم صار لي أربع سنة أراجع على معاملتي أنا حاليا هذا وضعي هذه رزي مهتورة وهذه رزي ملخة وهذه يذي ملخة وعند شرايا هنا وعند إسراماشوك بيها ونصبت أثناء الخدموا من جرايا وعند قرار لزن ثلاثين واستمرت بالدوام إلى حد 2015 من 2015 اتهجرت سافرت خارج العراق من رجعت دائرتي جعلتني مستقيل كون الإجازة خلصت مباشا وهذه صار لي أربع سنة أراجع لا عندي راتب لا عندي معين لا عندي حقوق ضحايا الرهام ولا عندي حقوق تقاعدية ودائره ذبني على دائر يا سيد الكاظمي دخيل الله ودخيل يا سيد محمد الحلووسي دخيل الله ودخيل لك دخيلكم يعني هذا اللي يضحي للعراق يجي تاني ينبز بالزبالة والله مو دا نعيش أنا سعمل في وانه وارمعين سنة ودأشتغل صائر تاكسي ويوم أكو يوم ماكو وين نطي وجدنا أعرف ومعن بلد صعوب وأعرف أنت مجبورياتكم ومسولياتكم بس إحنا هم الشعب خطير ونروح أنا ضاقك في الحال بعد ما عندي غير غير بس الله وإنتو ما عندي غير طريق راح أظن أنشوف فيديوات إلى حدا أن واحد منكم يسمعني ويشوفني حتى ينقالي حد أنا من الزوج وعندي أربع أولاد قاعد البيت إجاب لا عندي بيت لا عندي شغل لا عندي عمل ووضع الصحي تعبان أنا ما رأيت شي بس اللي أرجع عن وظيفتي وقرار اللي قالي مش مو بي قرار رقم عشرين مال ضحايا الأرهاب بي فقارة نص على أنه أنا أرجع دا أرتي موافقة أنه أرجع والوزارة موافقة أنه أنا أرجع أنا في وزاة الكهرباء ووقفة الشغرة ينمس الخرمن الاتحادية وقالوا لحين قرار الموازنة وإعادة المخاطرة يا سيد الكاظرمي داخل على الله وعليك يا سيد الحلبوسي داخل على الله وعليك مرتينة لجهة القرمة سيد محمد الحلبوسي ومقدارة أشوفك يا سيد الكاظرمي يمكن عشرين مرة أنا جاء لمنطقة الخضراء وقدمت عريضها وعن طريق الصفحة الزراعاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة